خلوني أكمل معاكو في إطار منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الرئيس أكد على إيه؟ الرئيس أكد أن البعد البيئي بيعد محور أساسي في كل قطاعات التنمية طيب وفقاً لإيه أو بناءً على إيه أو بنبني على دا إيه الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق تنمية مستدامة لسنة أو بحلول عشرين تلاتين خلونا نسمع مقطع من كلمة الرئيس ونرجع نكمل الكلام مصر اسمحوا لي أن أنا أتكلم عنها كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وكان البعد البيئي محور أساسي في كافة القطاعات التنموية وأنا عايز أقول لكم يعني مش عشان يعني أقول إن إحنا في مصر كنا منتبهين لهذا البعد واتحركنا فيه بفعلية كبيرة جدا في كافة المجالات وأنا أقول لكم إن إحنا أطلقنا يمكن كمان من سنة ونص قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر وهو حياة كريمة وأنا أتكلم إن حياة كريمة دا رقم اتحط ساعتها ساعة لما طرحناها كان حوالي 700 مليار 750 مليار قد يزداد هذا الرقم إلى أرقام أكتر من كده نتيجة الظروف اللي بتمر في العالم خلال هذه الفترة لكن الهدف منه إنه يساهم في تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون إنسان وإحنا هنا بنتكلم على مية شرب وبنتكلم على طاقة وبنتكلم على صرف صحي وبنتكلم على معالجة مياه وقدر أقول لكم بمنتهى التواضع إن مصر ببرامجها اللي بتشتغل فيها دلوقتي إنه يمكن تكون في يعني تحسين ومعالجة المياه يمكن تكون الدولة رقم واحد بنهاية هذا البرنامج حكتين مهمين جدا أشار ليهم الرئيس في هذا المقطع تحديدا يعني في إطار كلمته في المنتدى جزء منها حديث الرئيس بحضور شخصيات دولية كبرى يمكن حضراتكم شوفته جون كاري كمان كان حضر هذا المنتدى جون كاري لو كان وزير الخارجية الأسبق بالولايات المتحدة الأمريكية أو السكرتير الخارجية يعني كما تتم تسميته هناك بنتكلم أو الرئيس تتكلم على مسألة دور حياة كريمة في تغيير وتنمية وتعديل لحياة ستين مليون بني آدم بخد بالك الرئيس هنا بيتكلم عمليا قدام العالم يعني الرئيس هنا مش بيوجه كلامه لنا إحنا داخل القطر المصري داخل بمونة مصر العربية الرئيس هنا بيوجه كلامه للعالم إنه إحنا بنشتغل على أكبر مشروع تنموي بالمعنى الكامل والحرفي مشروع يغير من حياة ستين مليون بني آدم الرئيس بيقول ده قدام العالم وهو يعي جيد إن العالم يسمع وينصد ويركز ويفند كل كلمة وكل حرف بيقوله الرئيس المصري فلما تيجي تسمع من بره من بره اللي هم إيه شوية الأرجوزات اللي بيطلعوا يقولك ده بيتضحك عليكو والأرقام دي مش حقيقية ومفيش حاجة اسمها أصلا حياة كريمة وكل الكلام ده وده يبيتقال في إطار دعائي وإيه اللي تغير في حياة المصريين طبعا أنا من ناحيتي أجي أقولك انزل يعني بمنتهى البساطة خد طريق بانها الحر مش عشان تمشي على الطريق الجديد الحلو الكويس خالص كويس لا انزل على طريق بانها الحر ولف بقى هناك أنت على القرى وعلى المراكز وتفرج حياة كريمة عملت إيه أنا مش بقولك يعني لو أنت قاهري لو أنت من قبلي أنت أكتر واحد عارف حياة كريمة عملت إيه إحنا في قبلي كنا منسيين لأ منسيين منسيين يعني يعني آخر حاجة عملت لنا كانت قائم جمال عبد الناصر ده عشان هو أسيوتي وبس محدش بعد كده عبرنا بحاجة يعني وبالمناسبة ده لم يكن تفضلا خد بالك يعني ده مش تفضلا ده في إطار إيمان وقناعة وعقيدة الدولة بأن كل بني آدم في البلد دي لازم ياخد حقه فحياة كريمة ده لما الرئيس وجه بهذه المبادرة الكبرى عن قناعة كاملة بأنه الناس لازم تاخد حقه عشان كده حياة كريمة ده لما راح اشتغل هتيجي تقولي مثلا ده هو بشتغل في إيه بلي أكتر من بحر إيه بشتغل في مصر كلها في إيه بلي أكتر من بحر إيه بلي ده كان منسي أوي أوي منسي أوي إيه؟ منسي بالكلية يعني الصيد ده كان منسي بالكلية